جملة من المشاريع التنموية ذات مكتسبات إنمائية استفاد منها سكان بعض المناطق النائية والمعزولة التي تحيط بولاية الأغواط البداية كانت من منطقتين الحطيبة والصفصاف حيث تم بهما إنشاء معبرين مائيين وذلك لفك العزلة عنهما أما بمنطقة ويد المتسوس القريبة من دائرة آفلو فقد تحصلت على قاعة علاج مجهزة وملعب جوار الفائدة الشباب وكذا من شأفا نمائي لفك العزلة دائما هنا الهدف الأساسي تثبيت الساكنة في الأماكن التوحم والتوفير للإطار المعيشي الكريم للمواطن الهوذين وتقديم كل الخدمات ومن أجل تثبيت الساكنة في مناطقهم النائية جهزت منطقة القلتة البيضة بدائرة الغيشة على ثلاثة ألواح شمسية بسعة 72 كيلو واط